لسه كلامنا مستمر عن أبطالنا في الأولمبيات مبارح كان اليوم السادس من منافسات بطولة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أرقام كتير بتحصل وبتحقق كل يوم في الأولمبيات هنتكلم عنها دلوقتي وكمان هنتكلم عن منافسات النهاردة لبعثتنا المصرية آخر الأخبار الخاصة بأولمبيات باريس وأخبار البعثة المصرية وأداءها في الألعاب المختلفة هتكون مع الأستاذ محمد سمير النقد الرياضي والمتخصص في الألعاب الأولمبية برحب حضرتك صباح الخير أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك صباح الخير محمد صباح الخير أهلا بكفر قلنا يا كده يا أستاذ محمد يعني بعد كذا يوم من أولمبيات باريس ايه تعليقك على أداء اللعيبة المصريين؟ هي أولمبيات باريس زي كل نسخة بتكون متقسمة لألعاب في موعد معينة مصر حققت ميدالية واحدة لحد الوقتي بس في ألعاب كتير لسه ما تلعبتش في رفع أسقال في مسارعة في متخصصين في الرماية لسه ما بدأوش زي عزمي محلبة يبتدي من بكرا إن شاء الله فلسه فيه أمل على المنافسة في ميداليات في الأسبوع اللي جاي إن شاء الله طيب ده عظيم جدا إحنا النسخة اللي فاتت إحنا حققنا ست ميداليات أعتقد مظبوط طيب النسخة دي إحنا الهدف بتاعنا كان ميدالي؟ هو وفقا للتصريح الرسمي من اللجنة الأولمبية المصرية إن إحنا ننافس من 7 إلى 11 ميداليات بس أنا أعتقد إن الرقم ده كبير شوية أعتقد إن إحنا يعني من 5 إلى 7 هيكون رقم كويس جدا طيب كلمنا عن منتخب سلاح السيف رجال وتحقيقه للمركز السادس في البطولة منتخب سلاح السيف في أولمبياد توكيو حقق المركز الخامس وكانت مفاجأة كبيرة وقتها على العكس المرادي كان المفروض إن هو ينافس على ميداليا لإن منتخب فيه زياد السيسي اللي هو رقم واحد على العالم والحقيقة إن هو أقدم مستوى كبير جدا مبارح قدر يحقق 19 نقطة الواحده في مباراة فرنسا في دور ربع النهائي لكن للأسف هو بتبقى متقسمة 9 جوالات في جولة منهم اللعبة محمد عمر خسر 10-2 فده عمل فرق كبير في النهاية خسرنا فرق أربع نقطة بس هي تعتبر نتيجة محبطة شوية لإن إحنا ما نفسناش على ميداليا في النهاية لكن في النهاية زي ما بنقول يعني بتعتبر خبرات وقادم أفضل يعني خصوصا إن بقى فيه المصنفين في اللعبة وبالنفس من أكتر من نوع في السلاح فأعتقد إن إحنا في أولمبياد لوس أنجلوس المفروض يكون هدفنا على أقل 3 ميداليات في اللعبة دي بعد 4 سنين بقى بالزبط من الأداء مختلف بالزبط طيب منتخبنا بقى الكرة اليد عامل حالة كويسة والمنتخب والعيبة الموجودة فيه طبعا بالنسبة للمحالين أو حتى المحترفين بيأدوا أداء عالي جدا إيه رأيت في تعادلهم مبارح مع منتخب الفرنسي منتخب اليد ده عنده ميزة كبيرة أنه هو دلوقتي يبقى أغلبهم محترفين عكس السنوات الماضية وكان بيبقى فيه مشكلة كمان إن إحنا الخبرات إحنا دلوقتي التعادل 26-26 ده يعتبر تعادل تاريخي إحنا أول مرة ما نخسرش من فرنسا من أول ما بتدينا نلعبهم في كرة اليد يعني زي ما بيتقيل كان ثانيتين وكنا نقدر نكسب كمان بكرة الأخيرة اللي حصل منها التعادل عليها لغات كبير جدا لأن ممنوع أن اللعب يلمس منطقة الستة متر اللي جوة وظهر في الإعادة أن هو كان جوة بمسافة كبيرة لكن تحسبت في النهاية يعني بنسبة 90% منتخب إن شاء الله هيصعد بيصعد أول أربعة من المجموعة اللي بعد كده هو الأهم لأن إحنا هنلعب من المجموعة التانية هي مجموعة صعبة جدا فالفريق اللي هنلعب بفروق النهائي إن شاء الله لو فوزنا هنكون منافس قوي على ميدان طب إحنا منحق نتائج كويسة بس كلمني كده عن إيه اللي ينقصنا يعني دايما يقول لك فيه تكات كده مفروض تبقى موجودة علشان نكمل لقدين هي أبرز حاجة هي قصة آخر خمس دقائق دايما بنفقد التركيز فيها بنبقى خايفين المكسى بيروح فبيروح لو ابتدينا نركز أو نصدق نفسنا إن إحنا نقدر نكسى بالفرقة الكبيرة دي هنعمل كده ويمكن شوفنا ده في أولمبياد توكيو وشوفنا ده في كتولة العالم ما عشرين وواحد وعشرين أبرز حاجة يعني إحنا حقايا نتائج كويسة باستثناء منتخب الدينمارك لأنه يعني منتخب بعيد عن حتى بقى منافسين مش عام مصر بس المنتخب بيكسب بسهولة كل المباريات ورغم أنه كان كسبنا فرق عشرة قدرنا إن إحنا في الشوت التاني نرجع بشكل قوي والفرق انتهى ثلاثة في النهاية إحنا بنبقى عاملين فرق فعلا لكن زي ما أنت قلت آخر خمس دقائق طب إحنا إزاي نشتغل عليها يعني لماذا الاتحاد ما يهتمش بحاجة زي دي ويبتدي يشتغل على نفسية اللعبة يعني يا الحياة ندي مش بكورة اليد بس يعني في كل حاجة الأعداد النفسي مهم جدا إحنا شفنا بطلنا زيادة سيسي في السلاح مرشح قوي إنه هو يكسب ميداليا وصل لغاية نص النهائي بسهولة لكن خسر المباراتين ومكسبش هو بنفسه طلع بعد المنافسات وقال إنه هو فقط التركيز تماما في المباراتين وما كانش أول مرة يتحط في الضغط ده فما قدرش إنه هو يجمع تركيزه وبالتالي خسر المباراتين فوجود معد نفسي لكل البعثة هيكون شيء مهم جدا لإنه هي تفاصيل صغيرة اللي بتفرق مين يكسب ومين يخسر هو طبعا أداء المنتخب بشكل عام يشرف المصريين كلهم وطريقة تقدمهم لبلدهم سواء من الزي من الحضور نفسه ومن السلوكيات المتبعناك لكن طبعا أكيد كلنا مستنين الميداليات طبعا خصوصا منتخب اليد كمان يعني هو بقى مدي للناس إنه هو لا مش مجرد إن أنا بنافس أو إن أنا بلعب لا ده أنا خلي طموح الناس أعلى خلي طموح الناس يكبر الناس في الأول كان بس كل تتمنى إنه هو يبقى موجود في أول تمانية دلوقتي لا عايزين نفسه نفس المشاريات طمعة شوية بالضبط فهو يعني عايزين نفرح وإن شاء الله يفرحونا طبعا البطولة لسه مستمرة وإحنا دايما بنعاول على الألعاب اللي هي رفع الأسقال بالضبط هي ديها تبتدي من الأسبوع القادم في رفع الأسقال في خماس الحديث في المسارعة ألعاب كلها مصر مرشحة فيها إنها تنافس على ميداليات إن شاء الله طبعا ما فيش شك إنه المنافسات صعبة ما فيهاش هزار طبعا على الكل بالنسبة حتى الألعاب الفردية أو حتى الألعاب الجماعية لو هنتكلم عن تأهل بقى عمر عصر للربع النهاء مبارح عمر عصر عامل مفاجأة كبيرة جدا للمرة التانية على التوالي بين أفضل تمانية في العالم تنس طولا مش اللعبة الشعبية في مصر متفوق فيها بشكل كبير جدا الصين طبعا كمان الصين بتشارك باتنين لعيبة بس يعني وفقا للقوانين بتاعة الأولمبياد فبنلاقي إن بقى اللاعبين مجنسين لدول تانية ففكرة إن هو يتواجد بين أول تمانية دي مفاجأة كبيرة كمان عنده فرصة كويسة إن هو هلعب لعب سويدي النهاردة في ربع النهائي اللعب السويدي ده آخر مرتين عمر اللعبه كسب عمر اللي كسب تمام حفظه كويس يعني بالضبط ففرصة كويسة جدا إن هو يكون في المربع الزهبي لأول مرة في تاريخ مصر طبعا هيكون إنجاز كبير جدا وهيكون منافسة على ميداليا أول ثلاث مراكز بميداليات واللعب السويدي ده يمكن هو عمل مفاجأة مبارح إنه طلع رقم واحد على العالم اللعب الصيني فهي فرصة عمر أكبر دلوقتي فرصة عمر أكبر ويكون ميزة كبيرة فنتمنى إن شاء الله أن النهاردة يكون الإنجاز التاريخي إن شاء الله طيب توديع عمر العواضي لمنافسات دور الست عشر في الملاكمة فعلا يمكن ملاكمة والجودو نتائجهم الحقيقة مش كويسة تماما الملاكمة بيشارك بتلت أبطال اتنين خرجوا من الدور الأول ولعابة ما شاركتش بسبب تجاوز الوزن الجودو نفس الكلام بيشارك باتنين من اللاعبين اللي اتنين خرجوا من الدور الأول فهيمكن نتائج عليها على ما تستفهم شوية لأن برضو المفروض يعني حتى لو مش هلحقق ميداليا كان المفروض إنهم هيتواجدوا في دور التمانية وفي دور الأربعة فالحقيقة هي فعلا النتائج مش كويسة هل كان معمول حسابهم في إنهم يحققوا ميداليات؟ يعني حتى لو مش ميداليا فعلا أقل التواجد ما بين دور الرابع النهائي أو دور النص النهائي يعني مثلا عبد الرحمن عرابي كان بيلعب أول مبارح ده مصنف الرابع في البطولة فمصنف الرابع البطولة المفروض يتواجد في أول أربعة على الأقل لكن برضو خرج من دور الست عشر فنتائج تعتبر مش كويسة طيب إحنا دينا مشرف في دور الاثنين وثلاثين خسرت من بطلة اليابان وودعت منافسات الفردي برضو هي نتيجة متوقعة شوية لأن دينا مشرف كان بتلاعب لمصنفة الثالثة في البطولة ودينا مشرف التصنيف أقل لكن الحقيقة أنها عملت مباراة كبيرة جدا فيه ثلاث أشواط من الأربعة اللي خسرتهم كان فرق نقطة يعني 11-9-12-10 قريبة يعني كان دايما تعادل وبالتفاصيل صغيرة بقى اللي بنتكلم عليها هي اللي حسمت هو أشوط التالت بس كان تفوق تام للعابة اليابانية كان متوقع أن اللعابة اليابانية تكون متفوقة في الأربع أشواط لكن الحقيقة دا ما حصلش دينا مشرف كانت مقدمة أداء عالي جدا من طول المباراة باستثناء الشوط التالت فأعتقد برضو أن هي نتيجة تعتبر متوقعة لكن كويسة بالنسبة للأداء الجايد اللي قدمتها طيب خلينا نتكلم عن الحاجات الحلوة اللي احنا لسه مكملين بيها التأذيف وكان فيه تأهل للتأذيف في منافسات الترتيب خاص بمصر هو التأذيف احنا كنا بنشارك لأول مرة بقى في الزوجي وفردي يمكن الفردي كان نتيجه أفضل شوية عن طريق عبد الخالق البنة بس للأسف برضو مش هننافس على ميداليا هي مراكز ترتيبية تتلعب بكرة مراكز ترتيبية دي بيكون من المركز التلاتاشر للأربعة وعشرين هو يعني برضو دي متوقع شوية لأن احنا ملناش تاريخ كبير مع أن برضو مفروض أن احنا يعني عندنا النيل نقدر أن احنا نتمرن بشكل يومي نقدر أن احنا يعني متوفر لنا اللي مش متوفر لدول كتير فأعتقد أن احنا لو فيه إعداد أو اهتمام باللعبة ليه لا ما انطلعش أبطال ويقدروا ينفسه على ميداليات في السنين اللي جاي طيب مين لفت نظرك في أداء اللعيبة سواء الفردي أو الجماعي لعيبة المصرية من اللي تلعب لحد الوقت أداء عمر عصر صراحة يعني ممتاز خصوصا أن اللعب كان بيشتكم مشاكل كتير جدا قبل البطولة وأن هو الإعداد ما كانش اللي هو متوقعه ففكرة أن هو يتغلب على كل الظروف دي وأن هو يقدر يوصل ربع نهائي ويكرر إنجازه اللي هو أكبر إنجاز في تاريخ مصر أعتقد أن ده حاجة قوية جدا وبالنسبة للألعاب الجماعية يعني أعتقد أن كرة القدم وكرة اليد ماشيين بشكل كويس اللي اتنين يعتبر بالنسبة كبيرة بالنسبة لليد لا حارس المرمى كمان محمد علي ده عمل طفرة كده بالزبط يعني هو حارس مرمى متخم ييد كان يعتبر أفضل لعب في آخر مباراتين حتى اللي خسرناها قدام الدينمارك كان هو أفضل لعب موجود فأعتقد أنه إن شاء الله لو كمل بنفس المستوى ممكن نكون منافس قوي على ميداليا إن شاء الله إن شاء الله أنا عجبني أداء محمد السيد مش عشان خاد البرونزية بس عشان هو من الأول كان مخاطط لأنه ياخد ميدالي بالزبط ودي حاجة مهمة جدا ومحمد السيد مش من اللعيبة اللي كانوا من المفترض صح مش مصنفين يعني لا لا مش بقى هو السابع في التصنيف الأوليمبي يعني متوقع أنه لو وصل للربع النهائي بكده عمل لو أعيزه وده كان كويس فلكنه بيدي رسالة لكل اللعيبة سواء الفردي أو للألعاب الجماعية بأنه مش عشان أنت من الأشخاص أو اللعيبة أو الفرق اللي مش متوقع أن هم يحصدوا ميداليات لا أنت قادر أنت تعمل كده بالزبط هو يعني لو صدقت نفسك هتعمل كده هو من توكيو أعمل مفاجأة كبيرة ووصل للربع النهائي كان متوقع أنه يخرج من بدري قوي قدر أنه يكسب بطل فرنسا في دور الـ 32 كانت مفاجأة كبيرة جدا وبعدها وهو يتفرج على تسليم الميداليات قال أنها بعد ثلاث سنين أنها هاجي هنا وهيكون مكانهم فخلال ثلاث سنين هو هيئ نفسه لده وقدر أنه يحقق ده فهي فعلا رسالة قوية جدا أن البطل لو قدر أنه يصدق نفسه هيقدر يعمل كده وهو ده اللي حققه الحقيقة طيب أخبار المنافسات اللي جاية إيه وشايفها زي إحنا ببقرة يمكن أول حاجة من الحاجات اللي مفروض بننافس عليها عندنا عزمي محلبة في الرماية عزمي محلبة هو صاحب زهبيت كاس العالم في يناير اللي فات فأعتقد أنه هو مفروض يكون منافس قوي على ميداليا إن شاء الله هي التصفيات بتكون ما بين كل اللعبين حوالي 30 لعب بيتأهل أول ستة بس للنهائي فلو هو إن شاء الله بين أول ستة هيكون منافس قوي على ميداليا عندنا برضو ألعاب تانية زي رفع الأسقال فيها صارة سمير وفيه كريم أبو كحلى من المرشعين إن هما ينفسوا على ميداليات عندنا المصارع فيه عبداللطيف منيع مصنف الرابع على العالم فيعتبر برضو من المنافسين على الميداليات يمكن فيه كيشو صاحب برونزية توكيو ممكن مش مرشح قوي إن هو ينافس المرة دي لكن أكيد عنده خبرات برضو ليه إيه السبب؟ يعني مع برونزية في النسخة اللي فاتت فطبيعا إن إحنا دلوقتي إيما بنتكلم في برونزية إيما نطلع بقى فوق السبب إن هو خلال التلات سنين دي برضو كان عنده مشاكل كتير فهو أصلا يعني ما تأهلش في التصنيف ولا تأهل في التصفيات هو تعمل في الآخر حاجة زي الملحق بيتاخد كل اللي ما قدروش يتأهله بيصعد الأول بس ورغم صعوبة الملحق ده إلا إنه الصراحة قدر إنه هو يطلع الأول وينافس ويصعد بس الفكرة إنه هو ما صعدش أساسا من التصنيف في الأول فبقى فيه ناس متفوقة أكتر لكن برضو في الأول في الآخر هو عنده خبرات عنده قدر يتعامل مع نفس الموقف ده من ثلاث سنين فيقدر إنه هو يكون موجود أنت بتتوقع إنه هناخد مراكز أعلى في جدول الميداليات لأنه الحقيقة رجعنا في المراكز الخاصة طبعا معنا ميداليا برونزية واحدة في المركز 41 بس ده عشان قطر في دول كتير كمان ما كذبتش ميداليات خالص أتوقع أو أتوقع إنه ممكن نحقق ميداليات الفترة الجاية سواء أحمد الجندي في خماسي الحديث سر سمير في رفع الأسقال عزمي محلبة في الرماية فنقدر إنه ننفس على أكتر من ميداليا إحنا من ستة فيما فوق إحنا هنبقى راضيين أو يعني أنا طوقعي شخص نهاية من خمسة لسبعة المهم لازم نكسر الرقم بتاع النسخة اللي فاتت الرقم النسخة اللي فاتت هو أعلى رقم في تاريخ مصر يعني إحنا ما حققناش ست ميداليات في نسخة واحدة قبل كده فطبعا لو كسرناه هيبقى تفوق هيبقى رقم ما حصلش قبل كده طيب إن شاء الله هيحصل إن شاء الله نوصل للميداليات اللي إحنا عايزينها وأبطلنا يرجعوا بالسلامة وكيفين هم شرفونا وشرفوا اسم مصر إن هم يشاركوا في الفعلية الأولمبية باريس 24 بنشكرك أستاذ محمد سمير المحلل الرياضي شكرا شكرا جزيلا فضل شكرا